فساد مالي وإداري تحوم حول بعض المعاملات المالية التي يقوم بها المجلس الرئاسي المقترحة ليست هي المرة الأولى التي تتهم فيها بعض الجهات المسؤولة في الدولة الرئاسية بالقيام بمعاملات مالية مشبوهة وتبديد المال العام بطريقة غير نزهة هذه المرة يأتي الاتهام من ديوان المحاسبة إيقاف قرار المجلس الرئاسي للحكومة المقترحة القاضي بإنفاق مبلغ ملي لتوريد سلع أساسية إلى البلاد هذا ما طالب به ديوان المحاسبة بسبب ما قال إنها قرارة غير ذات جدوى وعزت ديوان سبب إيقاف القرار وفق بيان له إلى وجود موافقات سابقة لاستراد السلع ذاتها التي شاملها القرار لما يغطي احتياجات السوق المحلية الديوان أشر إلى أن القرار الصادر عن الرياسي تحوم حوله شبهات فساد متمثل في عدم توافق المدة المحددة لتقديم الفواتير مع إمكانية توفيرها مما يؤكد جهزية معاملات بعينها قبل صدور القرار اتهامات وجهت للرياسي بتعمد عرقلة تنفيذ موافقات الاستراد السابقة لخلق أزمة في البلاد وكان المجلس الرئاسي قد أصدر قرارا بتخصيص مبلغ ملي وفق الضوابط المرفقة بقرار المجلس التي تتضمن أن يتم تقديم طلبات التوريد بموجب مستندات برسم التحصيل عن طريق منظومة الموازنة الاسترادية لوزارة الاقتصاد والصناعة اعتبارا من يوم الاثنين السادس والعشرين من مارس حتى الثاني عشر من إبريل من جانبه أبدى عضو الرئاسي المقترح محمد عماري تحفظه على قرار رئاسي بشأن استراد السلع الأساسية وفي رسالة له وجهها لرئيس المجلس اعتبر عضو المجلس صدور القرار قبل إقرار التتبات المالية للعام الحالي مربكا للوضع الاقتصادي مضيفا أن الاستراد برسم التحصيل أرغم سهولته إلا أن تجاربه السابقة خير دليل على سوء مردوده ما سيسبب المزيد من الخلل في الموازنة السنوية وفق تعبيره عماري طالب بدوره بتكليف صندوق موازنة الأسعار للقيام بتوريد السلع والاستعانة بديوان المحاسبة للإشراف ومتابعة تنفيذ هذا القرار وأمام شح المعلومات في ليبيا بشأن شبهات الفساد وغياب سلطة الأنظمة الرقابية وما تعرفه البلاد من ضعف لمؤسسة الدولة وتراجع دور الأجهزة القضائية بسبب انقسام المؤسسة الأمنية وضعف أدائها تستغل عدة أطراف في البلاد هذا الوضع لنهب المال العام وصرف أموال الدولة دون رقابة وشفافية في سنة 2016 قدم ديوان المحاسبة كمن هائلا من وقاع الفساد مبينا أن ضعاف النفوس يستغلون حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المجتمع مبرزا أن ليبيا تعد وفقا لمنظمة الشفافية الدولية من أكثر ست دول فسادا في العالم حيث منحتها المنظمة أربع عشرة نقطة فقط من أصل 100 في النزاهة والشفافية في مؤشر الفساد ديوان المحاسبة أوضح حينها أن الحقيقة التي يتجاهلها كثيرون هي أن مستوى الفساد في المجتمع وصل إلى 86% وهو ما يتطلب أولا الاعتراف بأنه متجذر في العقول والأفكار وأصبح ثقافة عامة وعملا يوميا تمارسه أغلب قطاعات المجتمع بقطاعيه العام والخاص تشمل المسؤولة والموظفة والتاجر والمقاول والعامل والمواطن والطالب والشرط والعسكر وغيرهم دون استثناء وقدم الدوان في عدة تقارير أمثلة لفساد المسؤولين في الدولة بقوله إن إهدار المال العام والتقصير في حفظه وصيانته واستخدامه في غير الأغراض المخصص لها زاد عن الحد إلى جانب إساءة البعض استخدام سلطاتهم قصد تحقيق منافع للغير دون وجه حق بالإضافة إلى الاستحواذ على المناصب رغم ضعف الكفاءة فضلا عن تبديد مخصصات بالعملة الصعبة لشراء السلع التموينية